وزيرة فرنسية تطلق سفارات الإنذار من بيروت ووزير أمريكي يثبت من تل أبيب منظومة دفاع وفي الزيارتين الفرنسية والأمريكية بحث في حماية إسرائيل سواء عبر تخفيض التوتر على الجبهة الجنوبية في لبنان أو من خلال تشكيل حلف دفاعي يتصدى للانقلاب اليمني في المياه الحمراء وقد ناقشت كاترين كولونا مع المسؤولين اللبنانيين كل مندرجات القرار 1701 لكن من دون أن تذكر هذا الرقم الدولي أمامهم على وجه التحديد فهي طالبت بتهدئة على الحدود وأنذرت بأن الوضع خطير وهناك خوف من اشتعال المنطقة ودعت إيران ومن أسمتهم بميليشياتها إلى الابتعاد عن زيادة التصعيد وقالت كلاما عدت طبعة ثانية لتصريحات يوف جالانت وزير الحرب الإسرائيلي من أنه إذا دخل حزب الله حربا جديدة ليخرج منها ببساطة لكنها ذيلت كل مواقفها بعبارة إننا نسعى إلى حل ديبلوماسي والحل نفسه تبناه جالانت في لقائه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إذ قال إننا نسعى للسبل الدبلوماسية التي تضمن أن حزب الله لا يهدد الإسرائيليين ونحن لا نبحث عن حروب جديدة ولدينا 75 ألف لاجئ إسرائيلي في الشمال ومهمة أوستن في إسرائيل هي بناء قبة بحرية جديدة تحد من رياح اليمن القابضة على السفن وقال وزير الدفاع الأمريكي إنه سيعقد غدا اجتماعا لمجموعة عمل الأمن البحري لبحث تهديدات الحوثيين التي وصفها بالمتهورة لكن هذا التهور الحسن تمكن حتى اليوم من إحداث إرباك في حركة الملاحة البحرية ومن ضرب الاقتصاد الإسرائيلي وانسحاب شركات أجنبية وآخرها إعلان شركة بريتش بيتروليوم تعليق جميع شحناتها عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات المتزايدة من قبل الحوثيين في اليمن وقد أثر هذا القرار على أسعار النفط والغاز الطبيعي كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 9% وخسارات إسرائيل من عمق البحر الأحمر توازيها خسارات من الأعماق في غزة إذ أعلن اليوم مقتل سبعة ضباط وجنود جدد أما الفشل الأكثر عمقا فجاء في كشفة الأبيب عن أنفاق عاشت على خاصرتها 69 يوما كاملا ولم تشعر بوجودها إلا متأخرا وفي احتفالية غير مسبوقة نشر الأعلام الإسرائيلي نفقا وضعت عليه القسام علامة أكس وقد انتهت صلاحياته منذ أن استخدمته في طفان الأقصى في السابع من أكتوبر اكتشفت إسرائيل شبكة أنفاق عملاقة بقيادة محمد السنوار شقيق زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وحسب بيان الجيش فإن النفق يمتد في أحد أجزائه إلى أربعة كيلومترات من منطقة جباليا ويصل إلى مسافة تبعد أربعمائة متر من معبر أردز بيت حنون شمالا وبمجرد إعلان إسرائيل أن النفق هو على مقربة من معبر أردز فهذا يعني فشلا استخباراتيا كبيرا كون المنطقة محتلة إسرائيليا منذ ستين يوما وقد ردت القسام على هذا الإنجاز الوهمي بالقول وصلتم متأخرين أتام إحارتيم فالمهمة أنجزت وقبل قليل أعادت المقاومة الفلسطينية الإسرائيليين إلى جوهر التفاوض ونشرت فيديو للأسرة من كبار السن يناشد بالعبرية لا تتركون نشيخ أفرجوا عنا بأي ثمن لا نريد أن نكون ضحاياكم